مرحبا فيك وفيد. لو سمحت اذا كنت جديد في القناة اشتراك وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. طاقتك انت يا برج الحمل. انت حاليا في الطاقة العجلة الحظ. حسنا انه انت تكون حسس نفسك يوم بتكون ناسي هذا الشخص ويوم بتكون متذكرة. يعني انت بين بتحس طاقتك طلعت ومبسوط وسعيد وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث وبتريد كل الاحداث بتكررها مسلا من حد ما بلشته في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او ازا يعني طبعا لبعض منكم ازا انتو في انفصال. وازا انتو مع بعض انت حاسس ان مشارك اتجاه الشخص احيانا بتزيد اللقف عليه واحيانا بتقل مسلا التصرفاته او اي شيء بيخليها تقل انه مسلا هو مهمل او متجاهل ازا انتو في العلاقة. ازا انتو منفصلين فانت حاليا بتدير هاي العلاقة وانت كمان تخليها تاركها لله تاركها بالحظ وازا في نصيب انكو تلتقو مسلا راح تلتقو ازا ما في نصيب يعني ما يؤمن بالقدر. وازا ما في نصيب انه ما تلتقو ما راح تلتقو. هيك انت. اه انت شايف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمنى او الحب اللي انت كنت بتدور عليه اه من فترة طويلة. وانت حابب تستقر مع هذا الشخص. عندك حب الى مش طبيعه واحتمال انه انت دخلت بعلاقة جديد وكأنه الحظ لعب معك شوي احتمال لبعض منكم طبعا بعض احتمالات يعني لانه اكتر من شخص يشاهد الكراءة. خلينا نشوف طاقته هو زعلان جدا. انا مبين هندي طاقته هون كمان زعلان. وزعلان هو بعيد في حساباته. وهون برضا عندي طاقته انه هو بعيد في الحسابات كلها. من ناحية العلاقة. وزعلان عليك جدا جدا. هو حاسس نفسه انه خسرك خلص يعني خسرك اه اه وزعلان جدا. جدا زعلان عليك. وفي طاقة مش مبسوط نهائي. يعني هو في طاقة المحاسبة مع النفس وادمان على شيء ما. اه عنده طاقة زعل. وهو عارف انه خسرك. هو عارف انه خلص انت زي جاب اخرك. وهو زعلان كتير وهو بيفكر في كل اشي صار انت قدمت له ايام وهو كان متجاهله وكان متنشع. اه كان لاحق شيء اخر او لاحق مسلا عمله. اه كان دايما انت مسلا تقدمه اه يرفض. او هو يجاهل. لانه هو عارف انه انه اه متمسك فيه متمسك فيه لاخر لحزة. هيك هو كان بيتجاهلك. وهو هو قادر يصالحك على فكرة الشخص هذا. بس الزعل ينخليه انه ما ينتبه انه فيه طريقة ما يحل هاي المشكلة. ما عنده ادراك نهائيا. هو شخص لما يدخل بالمسلا موجة الزعل بيضل فيها على فترة طويلة. وهو فعلا بيضل فترة طويلة في الزعل. هو بيحاول يطلع من الزعل بس هو مش قادر. واحتمال الزعلان لان انت يمكن تركته فجأة. خلينا نشوف. لكن انت بتحبه. انت حس المصير هو انتو مصير كل اتنين تلت قوم مع بعض. وانت حسن ما تكون حس انه هو اه يعني مش صدفة انت لقاته. انت لقاته لو انه هو كاملك هو نصك التاني. وانت حاسس انه هو نصك التاني. ويمكن تكون انت توقع مشونا. طيب. خلينا نشوف طاقته. حاليا هو في هو متكتف وهو مش عارف زي ما حكيت لك بالاول بالطاقة هذا هو مش عارف كيف يفك هالازمة او كيف يلاقي حل لانفصاله عنك او لتباده عنك. او انت اللي تبعدت عنه على فكرة مش خولت انت اللي تبعدت عنه. انت عطيته كل متين وحملت حالك سكرت الباب حطيته بلوك. اه سكرت وراك وماء اطلعت وراك. انه انت تقريبا هذا الشخص عزبك لدرجة كبيرة. لانه هو في تفكيره بيراجل بالذكريات وبحس انه عمل معاك اكتر من موقف. يعني عدة مواقف خلتك تشعر بالخطلان من ناحيته. وانه هو ضيع فرص كتير من ناحية يعني من ناحيته انه من ناحيتك عفوا انه انت عطيته اكتر من فرصة وكان يضيع هيا الفرص يعني بالوقت انه يخلي كل شيء للزمن للوقت للزمن للوقت فانت خلص ازاي فاضت فيك وحابب وحبات انه تفض هيا العلاقه وكلياتها بمواجهة هذا الشخص. فهو عفكرة الشخص هذا عقله عنده في عقله صار اه ضغط في التفكير من ناحيتك انت. يفكر في الكلام اللي صار. يفكر في المبادرات اللي انت بادرتها. والتجاهل اللي هو عملة. كل اشي بيغيد في العلاقه من اول ما بلشت مع بعض في العلاقه لحد ما انتهت العلاقه لان انا شايف البعض منكم وحتى الاغلبية انتم في انفصال تام. خليني اشوف ان الشخص هذا عقله يكاد ان ينفجر من التفكير فيك. وانه متباعد. يمكن انت شاف انه متباعد. ومسلا انت بفكر انه ما بفكر فيك نهائيا. ولكن هو بفكر فيك اصلا انت ما بفكر ولا في اي شيء اخر. الا بيفكر فيك انت وفي العلاقه وكيف صار الانفصاله. وكل هادي الامور بفكر فيها. عن فكرة انتو لازم يسيبنك تسامح. زي انا حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامحه لانه حاليا ضميره معزبة. وكمان هو بفكر في كل اشي صار بناتكو. فآآ يعني هم بيحكو لك انه تسامح عندما تطلب صراحك وتصفه بالماضي ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكو لك انه انت لما تسامح هذا الشخص راح تعرف ازا هذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات انه تنسى العلم اللي وجه لك هي هذا الشخص وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص آآ في لحظات معينة هي بتسبكلك انه هذا الشخص كان يحبك لكن هو شخص ممكن غير مدرك لافعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مسلا ازا تجاهلك انت راح تروح وما ترجع. آآ ازا مش مدرك ازا هو نشغل عنك وخلاك اخر اولوياته انه انت راح تحب اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص. وما كانش مدرك كل هادا راح يصير. لهيك هو في حالة المحاسبة مع النفس. وبحاسب نفسه بيقنب نفسه بيقنب ضميره. لهيك هو في طاقة يعني التعبان والشخص على فكرة مريض او بتعبان نفسيا من الانفصال اللي صار. الشخص التعبان ومريض. واحتمال انه داخل بحالة نفسية. آآ ان خليته تارك اعماله وتارك اشغاله. هو مقيد بس بفكرة انه انت الشخص آآ خسره. بالنسبة له انت شخص خسره. يعني من الله. فهم بيحكوا لك هون لازم سير تسامح في هالعلاقة. التسامح بيخليك انه تنسى شو الشخص هادا عمل فيك وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو منها. لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها. عكيد راح تصفح عنه وتسامحه. وتدرك انه هادا الشخص كان يحبك. لكن افعاله كانت تسبت لك عكس دلك. طيب. هو كيف شايفك وليس شايفك بهاي الطريقة? هو شايفك صامت وشايفك انك انت انتصلت عنه. لكن هو شايفك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مسلا ازا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك. انت صرحت له. انت اعطيته الكلام اللي كنت انت كابته جواك. فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت. وانفصلت عنه نهائيا. التزمت بالصمت. وهو شايفك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه ازا هو كان خير اليك راح ييجي وازا هو شر انه راح يبعده. لانه شايف انه عندك روحانيات عالية جدا وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا. عندك الحاسة السلسة كأنك انت حسيت على هذا الشخص انه مسلا اه بيتلاعب. بيتلاعب معك. فانت صرحت له انت كزا 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 فهو تفاجع انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي او كيف يعرفك في نقطة زي حصل كشف حقيق. فهو شايف انه انت شخص اه روحاني لدرجة عندك احساس يعني احساس مية بالمية احساسك صادق. فهو شايف انه انت بتقدر تكشفه. لو اجع مسلا تأسف لك انت راح تحكي له مسلا الاسف يعني اللي راح تتأسف لي اياه بعده انت راح تكرر الغلط اكتر ازا سمحت اك هلما. فانت كأنه عندك احساس ازا انت سمحت هذا الشخص راح يتمادى اكتر معك وراح يعني راح يعيد كل اشي اللي منه فيك دبل. فهو عارف انه انت واضح او كاشفه. انت كاشفه. انت كاشف هذا الشخص هو عارف. عشان هيك هو متخبي. وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلها. انت شخص تكشف. بالحاس السادسة بتكشفك الاشخاص اللي امامك. هيك هو شايفك انه انت صومت وفجأة بتهم. وفجأة بتصمت. وفجأة بتطع تحكي. وفجأة بتصمت. يعني هو شايفك انه انت مش متناقض لأ انت زي ما تحس انه ده الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك بتطلع. بتصرح ان انا بعرف ان انت مسلا مش صحيح او انت مش صريح او انت مش واضح او انت اه في حركة مسلا ندال من وراك او حركة غير صحيحة من وراك. فهو شايفك انه انت كاشف رائع يعني انت كاشفه. كاشف كل العيبة وكاشف كل خطواته. او هو زحق بنفس بنفس الحركات اللي بيعملها بيكررها معاك. فهو شايفك انه انت صريح وهو غامض. انت كنت بالوقت اللي اه اه كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح وهو في الوقت الكامل لازم تكون فيه صريح هو الغامض. يعني عكسك كان. لكن شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح يعني واضح بعض الشاي وغامض بعض الشاي. وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بده يومان. طب هو كيف شايفك وكيف شار شخصيتك. هو شايفك انه انت مستقر مستقر ماديا او مستقر معائلكك. مش شك انه نحكي مستقر ماديا. يعني انت مثلا ان شاء الله الله بيعط الجميع بيكرم الجميع. لكن هو شايفك انه انه يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا. باحتمال انه انت مثلا موفق بشغل معين. او اهلك مثلا الناس مرتاحين مادية. وانت مسلا سعيد مع اسرتك. اه من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك. واحتمال انه انت شخص تشتغل في عمل اه اه موفر لك كل احتياجاتك الخاصة. فمن الشرط ان تكون انت يعني في ناس بك احنا لا نملك شاي. تقول انت بتملك راحة الباب. او اه تملك اخوة يخافوا عليك. او اهل يخافوا عليك. فهذا بيشوفه هو الشخص هذا. بيشوفه انت تملك اشي فائق. يعني اشي اكتر من المال. لانه. كابت العشر نقود. اكتين اف بانتكان. هو السعادة والراحة والرخاء. والسعادة بين الاهل والاسرة. كنت تكون انت شخص متزوج وانفصل على هذا الشخص عنك بسبب انه انت في زواج او كشف اه او صرحت له انه انت مسلا ما بتقدر تستغل مسايا عن اسرتك. او عندك اطفال وانت منفصل يمكن انت شخص على فكرة في انفصال طلاق او او وفيت اه اه زوج او زوجة وعندك اطفال وانت مستقر معهم. وانت وضحت له مسلا انت ما بتقدر تستغل عن اطفالك. فهو شايفك مستقر عقليا وماديا واحتمال ان تكون انت مستقر اه مع عائلتك ومسلا اهلك يحبوك امك بتحبك اه اختك اخوك. يعني هذه هو شايفها انه استقرار بالنسبة لك. وهو شايفك انك انت شخص كما بعضت عنه استقريت. دورت عاستقرارك بسرعة. هو بتفشر شخصيتك وشايفك طيب جدا. شايفك شخص صغير لكن عاقل وناضج. وشايفك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا. انت عندك حس عالي في انك اه او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. وشافك هيك. وشافك جميعا انه انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة. او لو حتى للشخص ازاك انت بتروح تاتجاه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك المادي والاسري فقط. يعني نشرح انت انت بتضج مرة واحدة ولكن تصمت مرة واحدة. وهو شافك انه انت اه شخصية اه طيبة جدا. هادئة لعنما. وكمان شافك انه انت بتحب بتقدم الخير لكل الحواليك. لكن ازا الشخص حاول يستغل الطيب فيك او الخير اللي انت بتقدم لهيه شفته استغلال انت رح تقطع معاه فورا. انت بتقطع. انت بتحبش حد يستغلك. حتى لو انت طيب. انت بتحس ازا الانسان اللي امامك بيستغلك او لا. هو شافك هيك. انت شاطر جدا مع انك صغير في السن. احتمال بس انا شاف انه في يعني لحظة اشوف في العمر. يمكن في فرقات بناتكم. كما لكم في فرقات اه عادات تقالية دينية. بس مش عمر. ما تكونش عمر. ازا في بينكم بس سنينين قليلة. بس. بس هالشخص دعلينا عليك جدا. حياة نفسه انه خسرة. لبرج الحمار. خمينا اشوف. نعطيبكم منا سحب بنشيخ شو خطوطة. شنو هي وشو خطوطة. طب لحيزة. الخاطات كمان نصيحنا الكارت للرومانس. اللون. شوف شو بحكو لك هوا. انا اعطيبكم كنين كارل. طيب. هنبلك كده هو حاس كيف يؤثر القمر على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت لما فيه اه فيه طاقة احتمال الشخص هذا مؤثر عليك. عفكرة فيه طاقة انت بتجيك. وبتأثر على نفسيتك. لان عشان هيت بحكي لك انه انت فجأة عندك كارل النفسية وتحس حالك انك كارل هذا الشخص ما بدك اياه. وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص. لما فيه طاقة هذا الشخص اه بتكون مؤثر عليك لدرجة بينهم. بحكوا ان القمر هو مؤثر على طاقتك. في دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على اه شكلك الخارجي. فانا بحكي الارجح واحساسي ان الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من جدر الطاقة اللي ببعتها طاقة الزعل وطاقة الندعم. لهيك انت بتحس حالك ان فجأة مسلا انت مطايق هذا الشخص وفجأة بتحبه. هيك. بدون اي مبررات او المقادمات. فانت لازم تعمل تسامع واحد. لحتى انت تعرف فتحك في العلاقة. هل بتحب هذا الشخص او لا? يعني لازم تعمل تقييم. اذا عملت تقييم لنفسك او مش عفو لنفسك. للعلاقة. شفت السيئات تبعتها وشفت الحسنات تاعتها. وقيمتهم بالضبط. ازا شفت في الحسنات. فيه شغلات امكان تثبت ان هذا الشخص بتحبك. انت اكيد رح تعرف هذا الشخص كيف كان نثبت اه مثلا الحب لك. هل كانت السيئات اكتر وكان مسلا مش بس تجاهل كان استغلالي اه كان مسلا علاقات متعددة. انت رح تعرف من هالعلاقة انت اللي كنت فيها. اكيد رح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك? وهو عن جانسة علينا عليه. ولو هو شخص كان مسلا مستغلت فقط. هو انا مش شاف انه استغلالي. لكن انا شاف انه اه عزبك نفسيا كتير. لحتم انت طهقت وقلت له خلاص انا عمي مش لعب. بديش بديش الحب ولا بدي اي اشي. فانت بتقدر تراجع بكل اشي صار بينها تكون وتقيم هلال الشخص هو بحبك فعلا او لا. عشان هيك قلت سامح سامح. وبنش قيم هلال الشخص هو بحبك او لا. طي انت بتعرف هاي قصتك وانت قادرة في المشكلة اللي صارت بيناتكو. وانت بتعرف زي هذا الشخص بحبك او كان هو مستغل لك فقط. ايه خليني اشوف. قمت ب讲ح�� اللي. رسح . اه المشكلة هاي شكلها لنكون حده الخلط على زواج. اتماك اه اى Potium شخص متزوج او هو شخص متزوج. او انت صرحت ازا مسلا ما تزوجتني انا اه رح اقطع هاي العلاقة. ففي شخص منكو في زواج. او انتو كنتو في زواج وانفصلته عن بعض. خلينا نشوف اه شخص هادا شنوية وشو الخطلة اللي راح اقدمها ناحيتك. الشخص هادا نوية انه يصبر عليك ويظهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت بتعرفه. احتمال يكون عتكرا في فرق بينكم في العمر بس مش كتير. وكمان احتمال يكون انتو من قرية اه عفان من مدينة وهو من مدينة او قرية. احتمال انت قروي او هو قروي. وكمان هاد الشخص حابب انه كابر. وفرجيك انه اه شخص مسلا متقيد. وشخص اه مسلا انه شخص يعني شخص عنده عالي. او لفرجيك كبرياء او انه مسلا هو ما باقدرين حين اتمام هاي العلاقة. بلا تكون انت مسلا رفضت تمثل عن زواج صابر. او انت كنت متزوج منفصل عن زواج. فالشخص هادا بده يظهر لك بده يظهر انه هو اه خلينا اشوفها اكتر. انا شاب انه بده يرفع الايجورم ده بس. هادا نوية. ويقعد رقة كمي بعيد. ردات فعلك لما انت تشوفه اه مسلا اه هو مسلا اه ما نهز للعلاقة كلها او ما عندوش مشاكل انه تترك كفه هو بتشوف ردت فعلك. وردت حركش فيك يعني. حركة شخصي. اشوف 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 انه اسكر على الموضوع وانه مش هام ايشy فى اخطوطا. وانهقيقا عنده عالي لكنه مهتم مبهور. لكنه بدي يفرجيك انه هو شخص سكر على الموضوع. بالنسبة الا انتهى الموضوع وانه هو القادر انه يجاوزك. بس اachenعيقا عنده عالي جدا wanna الشخص. ما انه بحالة لا يرسل denganه انه يعني اكتر اكتر من هيك شو حاجة لفرجيكم. طيب هيك ناوي. طيب شو خط وطن من ناحيتك. الشخص هذا بتضيين هي مرحلة من القلم و الشخص هذا يخب عنك مضعبين. خط وطن وانوية نفس الاشي. الشخص هذا بده يعني. يعني بصراحة انه مش بده يرجع. هو بدي فرجيك انه ما صور في ولا اي اشي. بده يخب ويعاند الشخص هذا. ويزهر لك بشخصية انه اه لازم يكون محور محور الكون بالنسبة لك. وانه هو مهتم في اعماله وانه حول اه ابتعادك عنه لنجاح. هو دي فرجيك بس يعني مش سيئة لكنه الايجو عنده عالي كأنه بدي فرجيك انه يعني مرحلة هو زي مرحلة انه بدي فرجيك انه انت خسرت هذا الشخص. لكنه عارف انه هو الخسرت. هو عارف قرارة نفسه عارف. لكن هو بده يبين لك انه هو اه مسارا المرأ في حالة التعب هاي لكن هاي ما اطعبته او ما ارهقته بس هو لساته واقف على اجري وما يكسر. وبدي فرجيك انه هو اه انهل القلم وبدأ بداية جديدة من ناحيتك. او مش من ناحيتك من ناحية نفسه. امام التقط. يعني يتخبى ورقناه. انه هو مشهور هو اه هو مسلا محبوب من العالم. وهو بواسط في نفسه. ومسلا انت هزد ثقة في نفسه. قلت له انت كزا وكزا وكزا. هو لا دي فرجيك العكس انه الناس كلها بتحبه وكل الناس حواليه. وهو مسلا شخص ملك. او كل الناس بتبص له بتتفرج عليه. وبديقع تتفرج على الدات فعلا. وهو بس الديعان لك. انه اغلق الموضوع. بس. ما فيش نواية انه يرجع حاليا. لانه هو حاليا تعبان. يعني هو في حالة الاكتئاب بعد الانفصال. يعني هو مكتئب بعد الانفصال. طيب خلينا نشوف الابراج. انه السرطان. وهذا بشوف الاسد. وكمان الجوزية. حكمال اللي يكون الشخص هذا الجوزية. حكمال البعض بينكم. وبرج العقرب. حكمال انتم تتعاملوا مع برج العقرب جوزية. اسد. و فقط. حالة برج العقرب. ايه شكرا للكو يا برج الحمل. كل شيء الصدخة في التعليقات. وهنا عم جدا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.